السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير قررت النهاردة افرقكم انا جبت ايه معايا من مصر انا قلت لكم من كام فيديو فات وان انا نزلت مصر اجازة سريعة في رمضان وكل منزل مصر طبعا في حاجات لازم اجيبها معايا ببستخدمش غيرها يعني مثلا يعني التوابل المصرية لان انا بحب اطبخ وبيعمل حكتي في البيت وبحب اطبخ اكلات مصرية التوابل هنا بتاعة مصر مش موجودة او نادرة جدا لو لقيتها عند المحل العربي وطبعا اغلب كتير قوي بس يعني التوابل الموجودة غالبا بتكون يا اما من المغرب يا اما من سوريا يا اما من لبنان وهم توابلهم مختلفة سنة عننا يعني فانا بحب اجيب حكتي لما بنزل مصر اه حفرقكم جبت ايه ولو انتوا عايشين برا مصر انتوا كمان في اي بلد ولما بتنزلوا مصر بتشتروا حاجات قريب تشتروا ايه من بلدكم حالة في الكاميرا وفرقكم سودية التوابل طبعا انا جايبها كمية من كل واحدة بس انا حطيت باكت واحد عشان افرقوا ايه الانواع اللي انا بحب اشتريها اول حاجة شاورمة انا بستخدم ديت في شاورمة اللحمة او الفراخ يعني توابل للشاورمة المصرية بالذات مختلفة شوية عن بالذات السورية واللبنانيين فانا بحب اجيب داعة مصر في نوعين انا مش مرتبطة ببرند معين يعني في تل هو المركت سبيسي دا بيجي في علبة فيها بكتتين من دي لكن دول بيباعوا كده بالبوكت والحلو ان هي فانا باستخدم واحدة من دول في الطبخة واخلصها وتبقى زي الفل وفيها ملح ديت اللي عمرا ماستعملها هي فيها ملح فما تحطوش ملح في الاكل هي ملحة already خلطة البورجر ديت برضو زريفة مش بستعملها كل مرة لما انا بعمل بورجر صراحة بس دغير يعني الحواوشي طبعا انا بعمل الحواوشي بنفسي في البيت اكلة عزيزة قوي علي انا من اسكندرية بعمل العجينة بتاعت الحواوشي بعملها بنفسي في البيت كمان وطبعا خلطة اللحمة وكده والباكتة ديت هي اللي بتديلو الريحة له ريحة مميزة الحواوشي الباكت ده هو ده اللي بيعمللي ريحة اللي انا مفتقدوها دي انا ما تدخل من باب الشقة تشمي ريحة تعرف انا عامل ايه ديت اول مرة اشتريها السنة دي لكفتة الحاتي ديت طلعت ظريفة قوي بتدي ريحة يونيك كده لطبخة عجبتني قوي في المنزل حبقى اجيب كمان من دول خلطة كفتة الحاتي ديت في خلطة كفتة عادية من نفس الباكت ده بس ما فرقتش قوي يعني مش هاجبها تاني لكن دي ظريفة قوي الحداشر بهار هنا سبع بهار بيقولوا عليها ديت حداشر برضو عاجبني ان هي individual wrapped على قد الطبخة يعني بس انا دي ممكن استعملها على مرتين لان قوية شوية الحداشر spice ودي جديدة برضو اول مرة جيبها السنة دي صنية البطاطس ظريفة تدبيلة حلوة كده لو انتو بتستعملوا الفيجيتا اللي هو زي الخضروات مجففة كده ده شبهوا شوية بس ظريفة انا وحب اجرب بالزات في الحاجة اللي لها علاقة بالطبيخ فيجيتار ده زي ميكس بيتحط على البقسمات المطحون لما بعمل مثلا فرقباني او بوفتيك ده بيديها كده اي flavoring يعني برضو مش مرتبطة بمركة معينة انا بحب فيجيتار جدا بس لقيت دوت برضو سنة دي اول مرة شوفه market spicy لسه مجربتوش صراحة ده بس اعتقد حيكون نفس الفكرة يعني انا بحب يجيب له هو الحار عشان بيديها سنة شتشطة مش شتشطة قوي احنا ما بنحبش الحرق قوي بس ده بيديها كده سنة سنة صغيرة يعني كنت بتفرك على فيديوهات طبخ وشوفت الكبسة ونفسي اجرب اعملها هذه مرة مش عارفة هتعجبهم ولا لا بس مفيش هنا حاجة اسمها بوهارات كبسة عمري ما شفتها فلقيت ديت برضو وانا بشتري التوابل في مصر فجبتها اجربها لسه مجربتوش زي ما تشايفين مقفولة ودي برضو حاجة جديدة اول مرة شوفها الفهيتة انا بحب الفهيتة قوي بس عمري ما استعملت الميكس ده قبل كده فكمان حجرب دوت ده بالنسبة للتوابل طبعا عندي من كل حاجة من دهية يعني عشان يعود عندي كذا شهر لما ينزل بقى السنة الجاية او حد نازل يجيب لي معايا بس دي نومبر وان في الحاجات اللي بجيبها من مصر التوابل بتاعت دي حاجة بجيبها من مصر طبعا مش كل نزولة بجيب دي دي كل كم سنة مرة بجيب صواني التفال بتاعتي من مصر هنا عندهم الصواني للبيكينج بس الصواني بتاعتهم مش غويتة زي دي يعني دي لها عمق هنا ما عندهمش لها عمق بتبقى فعلا اقل من نص عمق ديت يعني فينفعش تعمل صنية بطاطة صنية فراخ مينفعش تعمل صنية في الصواني بتاعتهم اللي عندهم الكوكوير غالبا بيبقى اللي هو البايريكس او اللي هو اللي زي الفخار ده فانا بلاقي تقيل جدا صراحة لما بحط الاكل فيه والصاص والحاجات ديت وهو تقيل جدا هو فاضي بيبقى صعب علي انا متعودة على ده وبفضل ده فكل كم سنة اللي عندي سوري عدوشة كل لما اللي عندي يتنحلوا او يتخربشوا كل كم سنة ببدلهم فالسنة دي بدلت جبت اتنين مدورين واحدة كبيرة حدا صغيرة وجبت كمان اتنين مستطيلين بس هما نفس الحاجة بالزبط بس الشيء مختلف دي حاجة اللي لازم بجيبهم من مصر وما استغناش عنهم انا دي اهم حاجة عندي في الطبخات اللي في الفرن الصواني التفال ثالث حاجة بالنسبة للرجال بالذات الرجال اللي هم اللي من مصر يعني القطن المصري طبعا لا يوعل عليه الفنلات الداخلية الرجالي اللي هي الحملات ديت مفيش زيها هنا خالص فاللي متعود على ديت مش هيتحغرف من بلده وطبعا اللي اللي بتعود على القطن المصري كمان متعود على البجامات الرجالي اللي هي بتبقى بانطلون وتيشيرت يعني قطن ناعم وطري جدا فانا دايما لما بروح بجيب بجامات رجالية كل كم سنة طبعا مش كل نازلة وفنلات داخلية لان طبعا الحاجات ديت بعد كم سنة بتدوب بقى وتخرموا كده فارخص بكتير واحلى بكتير من الحاجات الموجودة هنا بالنسبة للقطن بس ما تتحكوش عليا بس انا شخص بحب السوب بارز جدا ماهما جبتولي شاور جيل وشاور فوم ومعرف ايه انا بحب السوب بارز وحب جدا جدا الصابون بتاعنا احنا لمن بلدنا عندهم هنا بقى الزاست والضاف والايريش سبرين كل دي حاجة ولما بجيب معايا من مصر وانا جاية حاجة تانية خالص مش مرتبطة بمركة برضو لوكس كامي ممكن باوماليف مختلفة السوب بارز بتاعتنا فباجيب شوية معايا طبعا لانا وزنهم تقيل فما بكترش يعني بس حاجة كده بتفكرني بلدنا وطبعا الليفة بتاعتنا دي ساعات بتبقى موجودة في المحل العربي بس طبعا اغلب كتير وانا ما بشيراش من هنا صراحة كل ما اروح مصر اجيب واحدة او اتنين من دول بيعودوا عندي مدة لانا كمان بقسمها لان هي كبيرة قوي وما حبهاش تبقى تقعد في الدوش يعني مبلولة ويحصل عليها موضة او حاجة زي كده فبحب اغيرها كل فترة فبقى ما بجيب انا الكبيرة حتى بقسمها حتى الزغيرة ديت انا ممكن اقسمها تنين واللي بتبقى طويلة خالص دي بتتقسم بقى تلاتة او اربعة يعني بس الليفة والصابون البارز دوت انا بحب اجيبهم معايا من مصر طبعا لازم نجيب حاجة حلوة الحبايبنا واحنا جايين فنجيب لهم بسكوت مثلا من كوكي مان بيحبوا دوات عندي ومن كلاسيك البيتي فور مفيش احلى ببيتي فور كلاسيك انا من اسكندرية فده محلة في اسكندرية بتاع حلويات العلبة دي فاضية الحقيقة لانا اكلناها بقى لي مدة رجع طبعا لبتكلم من رمضان لكن ديت تاعت كوكي مان بزا فيها ببقى شكلها كده فورا يعني بقى فيها انواع اشكال من الكوكيز بالقرفة وبالمكسرات وحاجات زي كده وبالجام بتقعد مدة طبعا الحاجات المجففة ديت بتفضل عادة بودة يعني فبجيب حاجة حلوة الحبايبنا اللي هنا لولادي اللي ولاد اختي كده يعني بس كده ديت الحاجات اللي جبتها معايا من مصر زي ما شفتوا انا شخص عملي ما بروحش اجيب حاجة مش هستعملها او حاجة انا مش محتاجها باجيب حاجات معينة هي ديت اللي انا عارفة ان انا محتاجها واحستعملها يعني ساعات باجيب معايا ادوية اون الشوف لان هنا الدواء لازم ببريسكروبشن فعشان انا نرس وعندي فكرة شوية عن العاية يعني فدائما باجيب معايا مضاد واسع المجال يعني وباجيب اللي هو الدواء الوفر دي كاونتر بتاع الاسهال مثلا بس كده علبة او علبة مثلا او علبتين وعلبتين عشي يعودوا معايا طول السنة لو حد دعيه محتاجش اروح دكتور وبرسكروبشن وكده ده اللي انا فاكرية دلوقتي وده اللي انا جبتوا معايا فعلا اجازة دهيت اكتبوا لي زي ما قلتلكم انتو بتحبوا تجيبوا ايه معاكم من بلدكم لما بتنزلوا ولو حد من مصر وبالذات يعني وبتنزلوا مصر بيجيبوا ومعاكم ايه كمان من مصر عايزة اعرف بتدوني افكار يعني لو انا لما اجنزل المراجعة ان شاء الله وفي حاجة كمان كنت عايزة اقولها بالنسبة للسيدات المحجبات انا المرة دي ما جبتش بس دايما الترح يعني لو حد نزل مصر طبعا دي بلد مسلمين وفرايتي كتير جدا وماتيريز مختلفة جدا ممكن تجيبوا طرق يعني في الاول كنت بجيبتوا راح مصر لكن دوقتي مش محتاجة الحقيقة عندي كتير وازدال الصلاة حاجة اهلة جدا تفتح يبقى بالشقة تلبس الازدال جايلك ضيف مش غريب تلبس الازدال دي حاجة عملية جدا 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 وفي كل بيت حتى وانا هنا جايباهم عامل مصر بس كده دي مشتريات مصر لما جي بقى نزل مصر بقاوريكم جايبا ايه بقى ان شاء الله كم شهر ولا حاجة بقاوريكم باخد ايه معين مصر من كندا المصر لحبايبي اللي في مصر بس كده ده فيديو النهاردة خفيف وسريع يا رب يكون عجبكم واشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي باي باي